أصبح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أسويسري جياني إنفنتينو هدفاً لاتهامات بمحابات ناديين أوروبيين يملكهما رجال أعمال عرب ونشرت صحيفة ديرش بيغل الألمانية مستندات أفادت بأن إنفنتينو وعندما كان رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2014 انخرط في مفاوضات مع ناديي منشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي المملوكين لشركتين إماراتية وقطرية على التوالي أدت تلك المفاوضات إلى توصل لتسوية جنبت الناديين تبعات إنفاقهما الذي تجاوز الحد المسموح به ضمن قواعد اللعب النظيف وذكرت مستندات الصحيفة الألمانية ضمن ما سمته تسريبات كرة القدم أن الناديين الإنجليزي والفرنسي حصلا على دخل من رعاة تجاريين من الإمارات وقطر يفوق تقديرات السوق وخلص تحقيق أجره محققون مستقلون في الاتحاد الأوروبي إلى أن الرعاة الرئيسيين على صلة وثيقة بمالكي الناديين واعتبرت المستندات أن الترتيبات التي تم توصل إليها ساهمت في زيادة دخل الناديين وبالتالي السماح لهما بالإنفاق أكثر لجلب مزيد من نخبة اللاعبين والمنافسة على الألقاب وجني المزيد من الأرباح في نهاية المطاف وفي المقابل رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتهامات الموجهة لرئيسه واعتبر أنها محاولة أخرى للنيل من خطته لإصلاح الفيفا وعلى ذات المنوال عزف النادي الباريسي وطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على قرار الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح تحقيق بداع انتهاك قواعد اللعب النظيف بينما رفض مانشستر سيتي التعليق على أي تصريحات استخدمت خارج سياقها بعد الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية ويظهر الجدل القائم بشأن حد الإنفاق المسموح للأندية زيادة مضطردة في حجم الاستثمار في كرة القدم وهو أمر لا ضير فيه ضمن حدود مقبولة لا تفسد على الفقراء رياضتهم فتذهب بمتعتها وتحيلها سلعة يفوز فيها من يدفع أكثر اشتركوا في القناة